السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترتكم هذه الصورة منطقة في الجزائر في منطقة القنطرة بولاية بسكرة البالكون دو غوفي كما يقول لك حاجة طبيعية نظرة طبيعية بيش تشوفوا هذه المنطقة شحى الشابة وخاصة ننصح باش الناس تروح تشوف هذه المنطقة على البالكون دو غوفي نحن نشوفوا الحال كيفاش راح يكون على صباحة هذه الأربعاء إن شاء الله هم من بعد نقشع شوية طباب ليقدر يكون على السواحل الحال الشباب علىه لأنه رأينا دائما في هذا الضغط الجوي المرتفع على مستوى شمال إفريقيا وبالأخص على بلدنا هذه مع الصباح نشوفوا الظاهرة بدون تخيير الظاهرة يبقى الحال الشباب على معظم من مرة تختع بلدنا بعد السحب تحبر على بعد الولايات الغربية الساحلية والداخلية سحب بنوع العالية دارجة الحرارة رايشوية مرتفعة على المعدل الفصل لأنها ننتظروا ما بينزوش للدارجات على الهضب العليا مرتفعة على كل حال على السواحل الثلاثر شوفوا بالشمال رايه مرتفعة على الجنوب بينما لجانا تمن دارجات ورق لحاسم شعود حداش حداش كدريكوية بالشار حداش شوية لمسانة عشرة بباب المنيعة منطقة غردائية منطقة الواد توقورت بسكرة منطقة قسمطينات بسة حوالي 6 درجات يوميلا ومعسكر البليدة منطقة تيزيوزو البويرة 14 بيتين دوف 12 على الصحراء الوسطى خاصة أولفلقان أذراتي ميمون عينصالح تاب القوزة فاتيس و17 إلى 18 درجة على أقصى الجنوب نشوفوا درجة الحرارة خلال الظاهرة مع السميشال اللي تكون إن شاء الله تلحق حتى 30 درجة على أقصى الجنوب خاصة عين أزواء عينق الزام بورج باج المختار تميوين واتين زواطين على الصحراء الوسطى ما بين 24 و 25 كذلك على تين دوف الهوغر والتصيلي 27 و 28 هاي الحال على الشامل 22 بعنابة 21 بعنابة و 21 بعاصمة وتيبازة وبومرداس ومستغانم بنصاف ووهران منطقة تتلمسان 19 درجة معسكر 18 شلف 20 إلى 21 درجة دوكن جوزولي الملحة والصيد البحري البحار عمو من شو جاي نايد لأنها الغربي وقوة الريح المعدل تحمى بين 30 إلى 40 كم وفي البعض يقدر يحقى 40 كم وشن الغربي تماما كما يقول هذا هو اللي يخلي هذه الحرارة شوية مرتفعة على المناطق الشمالية دقن جوزو للمعلومات الفلاكية كالعادة غروب وشرق السمش لهذه الأربعات 3 جنو في 2024 غروب السمش يكون على الخمسة و43 دقيقة أنا ما بخليق نقول لكم مربي دون قوستكم دائما مع برامج الشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر